ببقى حدينة وببقى قلقانة وببقى خايفة قوي لما زوجة تبعد تقول أنا زوجي مدمن وبتلاقي إنه الأهل مش وقفين معاها أو المحيطين بيها مش وقفين معاها طبعاً أنا بشكرك للمقدمة دي لأن أهلها أهمية كبيرة قوي وكثير من المشاكل بتجي لنا مرتبطة بالموضوع ده أنا بس هنا عايز أنوح أن اللجانة المختصة في المجمع المقدس على مدى عدة جلسات للمجمع المقدس وتم تفعيلها في اجتماعات المجمع بحتمية فحص متعلق بالإدمان السابق للزواج يعني فيه تطوير كل شوية في برنامج الفحص الطبي السابق للزواج في المرحلة الأخيرة لكثرة حالات الإدمان وتنوع أسباب وأنواع الإدمان بدأ المجمع ياخد قرار بحتمية الفحص فيما يخص الإدمان هنا الحقيقة أنا بشكر قدس البابا وبشكر الأباء اللي بيتعابوا في لجانة المجمع المقدس ويدرسوا التفاصيل دي بس أحيانا التوصيات دي لا تفعل فأنا يعني بأناشد الأباء الأسخفة بأناشد الأباء الكهنة حتمية الخضوع لتوصيات المجمع المقدس في هذا الأمر وهنا الموضوع يتطلب الآتي أولا توفير تحليل الإدمان بأنواع متعددة في المراكز التابعة للكنيسة وبقول ليه تابعة الكليسة لأنها مكلفة فلما هنعملها في جهة تابعة للكنيسة هيبقى بسعر التكلفة نمرة اتنين الدقة والأمانة في التنفيذ لأنه لأنا لو بعادت المركز معين لا أثق ده حقيقي إن العين عينتوا ولا لأ صح فخلينا الموضوع ده موضوع يتعلق بين مصير أسرة يعني أنا ممكن أعمل الفحوش التانية فأي حد ده بالذات لازم تحت عين الكنيسة وبدقة وبتكلفة الأقل هنا أنتقل للنقطة التاية طب أنا عرفت ككنيسة من خلال المراكز الطبية اللي عندي إن فلان مدمن كازر العقار الفلاني أحياناً بتبقى البنت متعلقة جداً بالولد ومش مدركة أبعاد الموضوع فليس دورنا في مثل هذه الحالات إنها تكتب إكرار أنا موافقة رغم أنه مدمن كازر لا أنا هنا في الحكاية دي أقول لن أتمم الزواج إلا بعد شفاءه من الإدماء شكرك حولها تاني أنا صاحب قرار فيه سبب حيعمل كارثة في الأسرة وأنا متأكد أنه حيعمل كارثة في الأسرة وفيه إمكانية علاجه بس هيحتاج وقت أنا ككنيسة هنا سأرجع هذا الزواج لحين العلاج أعيز أقولك يا نانسي لو لم يعالج من الإدمان علاجاً كاملاً دائماً قبل الزواج لن يعالج مطلقاً بعد الزواج بحقيقة فإحنا يا أباهات عندنا هنا فاصل حاجز وهو الجواز مش هنتممه إلا ما نعالجه ما مالوش مش تتجوز إنما هعالجه يعني ممكن واحد عنده أمراض والزوجة تتعايش معه صح إنما لن تتعايش مع الإدمان لأنه بيهدد حياتها فأرجو حبيبي أرجو من أبائي و أخواتي في كنيس سواء أبائة صخفة أو كهنة تفعيل الفحص الطبي فيما يتعلق الإدمان ويكون فيما يلاقي استبعى للكنيسة لسببين لنا قلتهم ولا يتم الزواج إلا بعد العلاج المؤكد والمستمر من هذا الإدمان طيب الست اللي اكتشفت بقى أن زوجها مدمن مفروض تدي له فرصة قد إيه عشان يتعالج ولو رفض يبقى من حقها أن هي ما تكملش معاه أو ما تقعدش معاه بص يا نانسي أنا مش عايز واحد يقول لي ما أنت كنت عارفة واتجوستي أو ده صليبك وشيليه ومحبتك ليه ممكن تغيريه لا الموضوع مش كده سبب المشكلة موجود عايز أعالج المشكلة أعالج أسباب المشكلة ولا علاج للمشكلة إن لم يتم العلاج من الإدمان إذن الإدمان هنا بيمثل خطورة نفسية قبل ما تكون جسدية ومادية تدمير لنفسية هذه الزوجة طب أنت منتظم منها إيه يعني؟ تدمير لنفسية الأطفال اللي شايفين أبوهم بيضيع كل فلوسهم وأسيا ناسي الموضوع لإدمان مش قصة إدمان ومش قصة فلوس هو بيضمن مع مين؟ المناخ المحيط بيه مين دول؟ حياخد بينهم إيه؟ وحيأثروا على طباعه في إيه؟ وحيأثروا على البيت هم دول بوا بيته بالسلب بإيه؟ موضوع معقد مش بالبساطة أنه بياخد قرسين ولا بياخد شمتين الموضوع أكبر من كده بكتير عشان كده هي تبعد لحين علاجه وأنصح لو لم يعالج علاج دائم ما ترجعلوش بشكر أو لتاني لو لم يعالج علاج دائما ما ترجعلوش ده إحنا اكتشفنا كوارث إنه عشان ما تتكلمش عن إدمانه بيخالها تشترك معه وتلاقي واحد كده هو بيتعامل مع مخدر بسيط زي البنج ولا مش هفزي إيه يقول لأ لفلك السجارة معي خدي نفسين عاوزين فرفاشة وتتحول البنت إلى مدمنة أكثر منه زي طبقه هي وهو اللي علي يروحه فين؟ صح يعني عايزة أقول اللي بيخطئ في شيء ما بيحب يشيء بقى مخطئ لوحده بيحاول اللي حواليه يشاركوه هذا الخطأ فأنا ما أكثر الزوجات ما هو الوسط بتاعه فين؟ أصحابه فعايزة أخذ مراته ويسهر مع أصحابه وزوجاته السهرة فيها إيه؟ هوش معنى زوجتك كده اللي مدروشها يعني؟ فهي تقولك مع أنا أصاحبه وممكن أشاركه شوية بدل من يختفوه مني ترسل أنا بسمع كان من يسمعه ومتابعه لا يا بنتي أوعي وإبعده البنت دي يعني زوجها إلى حين شفاءه من الإدمان أيا كان نوع الإدمان قل لك سيدنا ما هو أسوأ؟ ودي وصلت لنا في رسالة حقيقية إنه بيجيب أصحابه ياخدوا المخدرات دي في البيت أنا بقولك تأثيرهم على بيته بس مردتش يعني لا دا دا تأثيرهم على بيته دا مش كده دا بيجيبهم يسارهم بيته ينزل هو يسيبهم وما أكثر الزوجات اللي اتعرضوا لمشاكل جسدية من المدمنين إصحاب جزهة لأنه كمان ولا يهموا الكلام لا يهموا يبقوا ممسوط خلوا بالكم يا جماعة خلوا بالكم وكمان يعني سيدنا أشار لنقطة مهمة مهمة جداً فكرة المحيط اللي هو بيتعامل فيه يعني مثلاً في فترة الخطوبة يا سيدنا لو لقيت إنه خطبها هم دول إصحابه حتى لو هو مش بياخد مع الوقت هيتأثر وهياخد خلي بالك من المحيط اللي هو بيتعامل فيه طبعاً